اتبعوا على طريقة كيفية حال المشكلة بالحساب على تطبيقكم السياس قموا بالضغط على ضبط الايدادات ضغط على تطبيقات ضغط على سياس خاص بكم ضغط على إيقاف الإجباري ضغط على الموافقة ضغط على مكان التخزين ضغط على مسح تخزين مؤقت ضغط على إيقاف إعادة تشغيل الحاتف خاص بكم بدا سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياس خاص بكم سوف يضهرنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه سياس من تحديد تطبيقكم السياس وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زي اللايك والاشتراك في القناة ونعاكم في فيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة